سوف تشاهد في هذا الدليل أكثر من 20 طريقة تستطيع أن تكسب منها المال على فايفر من دون أن تكون لك أي مهارات وبدون استخدام أي برامج مدفوعة بالإضافة إلى أنك تستطيع العودة إلى الحلقات السابقة لتتفقد كل الأجزاء الماضية لأن هذه هي عبارة عن سلسلة ولم أحب أن أجعل منها فيديو واحد حتى لا يكون طول الفيديو ساعة فلا يوجد من سيشاهد فيديو على اليوتيوب به ساعة كاملة أنت لن تحضر فيلم يا صديقي فهو مقطع على اليوتيوب فاصل قصير ثم نعود إليكم أول خدمة أريد أن أشير إليها يا أصدقاء وهي التعديل على الصور تستطيع أن ترى أن هناك فعلا من يقدم هذه الخدمة ويربح من هذه الخدمة أصلا ستمائة مبيعة ألف مبيعة مئتان مبيعة بالرغم من السعر المرتفع نسبيا تستطيع القيام بهذه الخدمة أنت أيضا أو تستطيع أن تقدمها وتقوم بتقديم الخدمة بالاعتماد على هذا الموقع الرائع الذي يساعدك بشكل كبير جدا على التعديل أو يساعدك في التعديل على الصور ويجعلها أكثر احترافية بمجرد أن تتبع بعض الخطوات سوف أتركوا لك شرح لهذا الموقع في التدوينات تستطيع أن تعود إليها لتعرف كيف تستخدم هذا الموقع وتعدل على الصور وتحصل على نتائج مبيلالية الغاية أيضا تستطيع أن تستخدم موقع فوتوبيا إذا كنت تجد استخدام برنامج الفوتوشوب أو تعرف كيف يتم التعامل مع الصور على الفوتوشوب برنامج فوتوبيا أو موقع فوتوبيا هو عبارة عن موقع بديل لبرنامج الفوتوشوب ولكنه مجاني بالكامل على عكس الفوتوشوب التي تحتاج إلى تحميله تثبيته تفعيله والعديد من المشاكل لهذا يمكنك الاعتماد على هذين الموقعين من أجل تقديم خدمة تعديل الصور الخدمة الموالية التي تستطيع تقديمها على فايفر من دون الحاجة إلى أي مهارات أو أي برامج مدفوعة يا صديقي هي إدخال البيانات تستطيع أن تقوم بتقديم هذه الخدمة على فايفر تجد التسويق لنفسك أيضا مهارة مهمة جدا للحصول على مبيعات أو للحصول على خدمات فكما ترى هنا يا صديقي هناك العديد من يقدمون مثل هذه الخدمات ويحصلون على مبيعات فلماذا يحصلون هم على مبيعات ولا تنجح أنت أيضا إن شاء الله في تحقيق مبيعات تستطيع أن تعتمد على برنامج جوجل لاستخدامه من أجل إدخال المعلومات مهما كانت هذه المعلومات خاصة أن تكون لتستعمل أو لا تستطيع الحصول على برنامج الإكسل أو سلسلة برامج الميكروسوفت التي هي عبارة عن برامج مدفوعة هذا هو عبارة أو هذا البديل رائع جدا تستطيع أن تقوم بإدخال المعلومات أو البيانات فيه سواء كانت هذه البيانات حسابية أو أي نوع من المعلومات تستطيع أن أقوم بعمل View All Template لأرى العديد من الأشكال التي أستطيع أن أحصل عليها وأقوم باستعمالها من أجل إدخال البيانات الخدمة الموالية التي تستطيع أن تقدمها على Fiverr صراحة هي ليست خدمة ولم تقدم أي شيء لا تحتاج إلى مهار لا تحتاج إلى برنامج مجاني ولا تحتاج إلى برنامج مدفوع لا تحتاج إلى موقع مساعد لأنك بكل بساطة كل ما تحتاجه للقيام به هو التجهيل في برنامج الشركة الخاص بFiverr وتبدأ بالتسويق لFiverr أو تقترح أشخاص مثلا يعملون في أي مجال تقول لهم أن هناك موقع رائع فيها العديد من المصممين فيها العديد من من يقدمون الخدمات باحترافية عالية وتستطيع أن تقترح عليهم الموقع وبمجرد أن يقوم أي شخص بإكمال عملية شيراء تحصل أنت على عمولة أليس هذا أمر رائع حقا يا أصدقاء لذلك تستطيع العودة لهذا الرابط الذي ستجده في دليل العشرون طريقة للكسب من Fiverr بدون مهارات وبدون برامج مدفوعة وتسجل وتبدأ فيها التسويق للخدمات الموجودة على Fiverr وتبدأ بكسب المال الخدمة الموالية التي تستطيع أن تقدمها على Fiverr وهي خدمة المساعدة الافتراضية تستطيع أن تقدم مساعدة افتراضية في أي مجال تجيده يا صديقي في أي مجال نعم في أي مجال أي شيء لك خبرة فيه أو أي شيء تعرفه في هذه الحياة تستطيع أن تقدم فيه مساعدة افتراضية لا تحقيرن من المعرفة ما لديك في رأسك أي شيء يمكن أن يكون شخص آخر في هذا العالم بحاجة إليه وبإمكانك أن تقدم مثل هذه الخدمات فأنا أرى العديد من الخدمات هنا يا صديقي حاصلة فعليا على مبيعات كما ترى هنا أمامك يا صديقي عفوا وبالتالي تستطيع أن تقدم مساعدة افتراضية في أي شيء على الإطلاق كما أنك تستطيع أن تقدم مساعدة افتراضية في مجال ما تستطيع أن تبدأ في البحث تتعرف على المجال تجيد مهاراته وبالتالي تبدأ في كسب المال من تقديم هذه الخدمة على Fiverr فكرة أخرى رائعة يا صديقي تستطيع أن تكسب منها المال من Fiverr وهو عبارة عن مراجعة أو قراءة قصص روايات لأشخاص قاموا بكتابة أو تأليف أشياء من هذا القبيل وتعطي رأيك فيها تقوم بنصح بإزالة أشياء إضافة أشياء والعديد من هذه الأمور أو هذه الأمثلة وتستطيع أن تكسب بهذه الطريقة أيضا مال من Fiverr الفكرة الأخيرة في هذه الحلقة حتى لا تكون طويلة وموملة هي إنشاء فيديو تهنئة بعيد الميلاد أو تهنئة بشيء من هذا القبيل بمناسبة معينة عندما رأيت العديد من الأصدقاء يقدمون هذه الخدمات خسلت يدي من Fiverr نهائيا وعرفت أن إخواننا النيجيريين والجمايكيين والعديد من الأفارقة فعلا فعلا يحلبون الدولار بأي طريقة ممكنة من Fiverr نعم يا صديقي هؤلاء الأجناس خاصة الأفارقة شاهدت العديد من الفيديوهات أو فيديوهات التهنئة الخاصة بالأفارقة فهناك العديد من الأمريكيين يشترونها وهكذا للتسلية فيما بينهم ويعرضونها على صاحب عيد الميلاد أمر رائع أو أمر في غاية الظرفة يا أصدقاء أي فكرة تستطيع أن تكسب منها المال لما توقع إطلاقا أن تجي وتتباه للهك في فيديو خمسة تهواني يعطيك مئة الف أو ما يعادل مئة الف ألف دينار جزائري اللي تقدر تمشي بها حالك ليوم كامل في الجزائر كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح إن وفقت في الشرح فمن الله وحده إن أخفقت فمن نفسي ومن الشيطان كان معكم من خلف المايك لرقم فارس مرة أخرى أشكركم على حسن المتابعة والإصلاع لا تبخلوا علينا بالضغط على الزر لايك كومنت أسفل هذا الفيديو اشترك في القناة إذا كانت هذه أول مشاهدة لك للرقم فارس مشاركة المقطع مع الأصدقاء المهتمين بالمجال لا تبخلوا علينا ولو بدعاء في ظهر الغيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر